السؤال عما إذا كان الاتفاق النووي مع إيران قد مات بالفعل أم أنه في هذه اللحظات في غرفة الإنعاش؟ حسناً الأمر ليس واضحاً لأن هناك الكثير من الأراء في هذا الصدد وهذه الأراء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي تهران فقد قيل أنه قد يكون هناك بارقة أمل ولقد كان هناك بعض التصريحات من قبل بعض المسؤولين الأمريكان أنه قد يكون في الأشهر القادمة بعد التقدم الملحوظ ولكن هناك أيضاً بعض النشاطاء الذين قد وصفوا هذه العملية بأنها إلى طريق مسدود فالذي نراه الآن هو مثال للكثير من الأصوات التي تختلف في هذا الصدد وبالنسبة للعلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فهناك الكثير من الأعضاء الحكومات في كلا الطرفين الذين لديهم الكثير من الأراء المتبينة فيما يخص المفاوضات بين الطرفين كما أن هناك أيضاً احتجاجات بسبب قتل الشاب في إيران وهذا قد زاد من التعقيد في هذا الأمر وزاده صعوبة وأصبح الآن من الواضح أن العلاقة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالغرب متوترة بشكل كبير بسبب تلك الاهتجاجات وبسبب أيضاً تصديرها المسيارات إلى روسيا فالذي نراه هنا هو مجموعة من العوامل المختلفة التي تأثر على الموضوع بشكل كبير وتلقي بظلالها وباللون الرمادي على ما الذي سيحدث في المستقبل إن الموقف ليس واضحاً بشكل كبير وأيضاً هناك اللاعبون آخرون وهم الصين وروسيا ولا يجب أن يغفل دورهم في هذا الأمر إذا كنت تسألني عن رأيي فأنا أرى أن هناك اختلاف في الأراء بين أعضاء الاتحاد الأوروبي أيضاً والولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولون لهم آراء متباينة لذلك فإن هذا يزيد من الموقف تعقيداً ولا أحد يدري ما الذي سيحدث في المستقبل في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر